بالعكس السؤال كتير حلو انك انت اصلا مهتم بهدول الناس انك انت حاليا الناس اللي عم تعملك تعليقات سيئة وردود سيئة على منتجاتك وعندك على السوشال ميديا انك انت مهتم وعم تتواصل معي عشان هدول الناس اصلا وهذا من احد اهم الامور دائما بركز على التييم عندي المدريتورز والناس اللي بترد على الايميلات والصفحات والحملات الاعلانية اللي بنعملها انه دائما بعمل ليهم على شكل بوليت بوينت وبحكيله للمدريتور انه هاي القواعد اللي امشي عليها بالردود السيئة ا زائجتك من اي حدا على سواء كان على الانبوكس على التعليقات باي مكان بهاي الطريقة رد وهيك تصرف لان عادي ممكن مشكل انت منتجاتك ما تعجب كل الناس او يعني اذا كان عميل محتمل كان ممكن انه يشتري بضاعتك وشاف شغلة سيئة عندك عادي الناس كلها هاي ردود فعل ناس احنا ما بنتحكم فيها فاذا الشخص هذا اعطاك رد سيء ممكن هو هذا بدل عليه هو انه هو هيك نظره او هو هيك بعرف يحكي بس في اشخاص ثانية ممكن كمان نتطلع منها من زاوية اخرى انه المنتج تبعك يعني حدا كان بتوقع منك اشي اكتر من هيك او كواليتي اعلى من هيك ممكن هو كان راسم بباله اشي معين ولما وصله منتجك مش زي اللي متخيله فممكن يعود عليك بتعليق سيء بس بالمقابل التعليق السيء هذا مفيد اليك انك انت اصلا اتطور من حالك وهو لو انه مش مهتم فيك كان ما اعطاك هذا التعليق السيء فخليني احكي لك هاي لانه هاي نقاط صراحة راح تخليك انه ما تخسر العملاء بالعكس يعني تعرف انتو بمثل اللي بيحكي لك انه ما في محبة الا من بعد عداوي زي ما بيحكوها فانت العميل اصلا اليوم جايك برد سيء اذا انت احترمته قدرته واعطيته اللي بده اياه وراضيته انت هيك ممكن تحوله لعميل عنده ولا وانتماء اليك ويكون عميل دائم معك فهاي هي النقطة الاولى انك انت قوعك تستسهل وتطنش هاي الناس اللي عملت لك ردود سيء او تعليقات سيء او بعتت لك على الخاص لا تطنش وتعدي عنهم ولا كأنه حدا بعث او تمسح الكومنت ولا كأنه حدا شاف اشي ولا صار اشي لا ابدا او تعمله بلوك انسى انسى هذا الحكي غلط كلياته لانه انت اليوم هيك ضيعت ع حالك فرصة عميل يعني مهم جدا انه هذا كان ممكن يكون عميل دائم عندك ويشتري اي منتج انت ممكن تعرض له اياه والقاعدة التانية هي انك انت ما ترد عليهم وانت وانت معصب او ما ترد عليهم وتحسسهم انه لا انت عاي اساس بتحكي معي هيك او عاي اساس انه بتحكي بالطريقة هاي لا انت احكي معهم بصيغة بصيغة محترمة بصيغة امتص غضبه عادي اعتبره انه شخص عم بيخانق فيك بالشارع زمر لك بالسيارة ونزل بده يخانق نفس الشي امتص غضبه احكي معه باحترام كل اللي بدك ياه لك تكون راضي وبنالحكي وبالتالي خده على الانبوكس واحكي معه شو شو المشاكل اللي عنده خد الفيدباك منه وبس اهم شي انك ما تتعامل معه وبينرفزة وعصبية وهيك وانا عارف انه في كتير ناس احيانا بانه اسلوبها نفسه اصلا بيكون مستفزز اليك انت بس شو بدك تعمل بدك تتحملهم انتك علامة تجارية ما بصير ترد عليهم بنفس اسلوبهم والقاعدة التالتة اصلا هي انك قبل ما انت ترد على هاد الشخص او ترد على التعليق اللي هو حطلك يا لأ روح بالاول افهم شو هي المشكلة شو هو اصلا السبب اللي خلا يعلق هذا التعليق اذا فيه كان سبب معين اعرف شو هاد السبب عشان تجاوبه جواب صح لانه هو حاليا عارف انه استفزك فهو هلا مستني اصلا منك ردة فعلك اوكي فانت بالمقابل لازم تكون ردة فعلك كثير ذكية وتعرف شو جواب اللي بدك تجاوبه اياه فبالتالي كيف دك تعرف شو دك تجاوبه قبل ما ااخده على الانبوكس بالاول او على ابعت له رسالة او ارد على الكومنت بالاول بدي افهم المشكلة بالضبط شو اللي عم بحكي فيها حتى لو انه كان اشي مقلوش علاقة بالمنتج واحيانا بتصير كتير عادي بيجي بحكي لك المنتج تبعك مثلا مكسور وانا عارف انه تبعي اصلا المنتج ما بينكسر مصنوع من عظم مثلا او من بلاستيك مقوى اللي هو بينكسرش بيجي بحكي لك مكسور رجع لي فلوسي بدي رفوند انا وانت عارف انه ما بينكسور مثلا هاي احد الامثلة بتصير كتير بس افهم عن جد شو شو السبب المشكلة ممكن اصده بمكسور شغلة تانية فافهم شو السبب الاول بعدين انت احكي معه حل علم والقاعد الرابع اللي هي عامل الوقت ما بيصير انك انت تسيب الكومنتس فترات طويلة حتى لو انه كان رد سلبي او تعليق سيء بالنسبة لك ما بيصير تتركه فترات طويلة كتير يعني مباشرة اول ما عرفت شو السبب زي ما حكيت لك بالقاعد اللي قابلها مباشرة روح ابعت له مسيج مباشرة تفاعل معه اوكي لا تسيبه اطول فترة ممكن كمان لانه هذا الحكي بتضرك لانه ممكن يعني هون احتمالات انه العملاء التانيين نقرأ الكومنت تابعه بدون ما يشوفوا رد منك عليه هذا احتمال هيكون اعلى واكبر هيك فانت بالتالي لازم تجاوب عليه بسرعة لازم الموضوع كله يكون يعني باسرع وقت ممكن بنفس الساعة انت خلص تفهم شو المشكلة تحل هاي المشكلة تروح ترد عليه تتفاعل معه ترضيه تحاول انه اذا كان في مجال يمسح التعليق السيء يمسحه اذا كان في مجال اصلا ما يمسحه وتحلوا المشكلة بالتعليقات قدام العملاء التانية يشوفوهم انه لا هو يعني كان مثلا اصدق اشي تاني او هو كان يعني صراحة انه حلينا المشكلة احنا بين بناتنا بس على بالعام وليس بالخاص انه الناس تانية شافت بالعكس انت هيك راح تكسب فيخة ناس جداد والقاعد الخامسة اللي دايما محكيها للمودريتورز انه اجمع كل التعليقات السيئة بفايل اعملهم سكرينشوت وخليهم بفولدر هدول اللي هم الباد كومينتس او الباد ريفيوز على هذا البيزنس عشان انا ابعتها للأونر لصاحب هاي الشركة احكي له اياها هاي كل التعليقات السيئة اللي عم تيجي عندك معناته في مشاكل واحد اتنين ثلاث اربعة عشان هو لازم يط يطور هاي المشاكل ويحسنها لحتى اصلا يطور البزنس تبعه ويتقدم ويرتفع ويحسن كل هاي الأشياء موسيقى